الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران تعد أبرز مصادر تهديد الأمن والسلم الاجتماعي وبناء دولة المؤسسات في العراق بعد نجاح القوات العراقية المشتركة وبمساعدة التحالف الدولي في تفتيت تنظيم داعش الإرهابي وتحرير كامل الأراضي العراقية من سيطرته هذه الميليشيات لا تجد حرجا بالإعلان عن أن ولائها وأوامرها من طهران لا من العراق الميليشيات رفضت الانسحاب من المدن التي تحتلها وإعادة أهلها لها مثل جرف الصخر ويثرب والعوج والعواسات وبلدات أخرى بل وتجاوز بعضها إلى رفض تسليم ما بحوزتها من أسلحة ثقيلة وصواريخ متوسطة المدى حصلت عليها خلال معارك العراق ضد داعش كتائب حزب الله والعجباء والعصائب والخراسان والأوفياء وجند الإمام وسرايا سيد الشهداء وغيرها من الميليشيات التي كان الزعيب فيلق القدس السابق قاسم سليماني يديرها بشكل مباشر وتحولت اليوم إلى خليفته إسماعي القآني القائد الجديد لفيلق القدس تبدو هي الخطر الأبرز على العراق اليوم لم يكن الأوحد بعد تحول داعش إلى عصابة هزيلة في العراق من أخطر تلك الميليشيات تنظيما وعددا وتأريخا إجراميا هي ميليشي عصائب أهل الحق بزعامة المعتقل السابق في سجون القوات الأمريكية قيس الخزعلي أحد أبرز وجوه جرائم التطهير الطائفي والتغيير الديمغرافي في العراق بين 2006 ولغاية 2009 وحسب ما حدده مشروع مكافحة التطرف الأمريكي سي إي بي فيبلغ تعداد هذه الميليشي ما يقارب العشرة آلاف عنصر ويمتد نطاق عملها بين العراق وسوريا وتدرب أفراد الميليشي على يد ضباط إيرانيين في معسكرات الحرس الثوري الإيراني من بين تلك الجرائم جرائم التغيير الديمغرافي في أحياء بغداد الشرقية وطرد العوائل السنية وخطف وقتل آلاف المواطنين على الهوية وإقامة سجون سرية وإنشاء المقابر الجماعية وتسهيل عمليات تهريب النفط العراقي الخام لإيران وبيع الآثار أيضا